شابتان محمد نحن اليوم الجلسة اللي قاعدينها ببرنامجك وقناتك الفاضلة هي من حبنا اللعبة كرة السل يعني ما أخفيك كل لعبين كرة السل الحاليين والقدم واللي بطلوا عينهم عن اللعبة وحرقتهم عن اللعبة لعبة كرة السل مثل ما تفضلت من سنة 48 لليوم نتائجنا متدنية جدا وفقا لقانوننا الحالي لابد أن تكون هناك صوت عالي لهذه العام لهذه العام لابد أن يكون الهدور نحن نقعد في اجتماعاتنا العادية في اجتماعاتنا استثناء نقولهم يا با القرارات اللي دا يتقث الاتحاد يا با هاي استشارات مجانية هذه القرارات هي خاطئة بتوقيتات زمنية غير صحيحة وبالتالي المصادقة عليهم من قبل لهذه العامة راح ترد في حال وجود اعتراضة مع مركز التسلي وردت مرة مرتين ثلاثة أربعة فلابد أن نكون هناك الرأي إخواننا زملائنا لهذه العامة اللي ما شاء الله هي أكبر هيا عامة في كل اتحاداتنا الوطنية بالعراق شو قيت تجاوزت الميت عضو ميت عضو تجاوزت مية وعشرين توصل مية ومسطعش عضو يعني أكثر حتى من اتحاد القدم هي لعبة الشعبية فيا هيئتنا العامة خل نقعد جلسة مصارحة ترعاني لا يم كرة السلة ولا إلا طمع بي اتحاد كرة السلة نقعد كهيا عامة حبا بهذه اللعبة نقول لهم يا با هاي الأخفاءات المتكررة لاتحاد كرة السلة بينونا أسباب هسنا ريد نعرف شين الأسباب لا الاتحاد طلع ببيان لا ظهرون في مؤتمر صحفي لا ظهرون بلقاء تلفزيو ريد نعرف مشرف الفريق ريد نعرف مدير الفريق ريد نعرف القادة العام إذا أكو قادة عام للاتحاد يظهرن ريد نعرف شين الأسباب وين الأسباب بينوا بينك بهاي الأخفاءات المتكررة احنا كعام مهم سؤونين امام انديتنا انا اكيد رئيس الاتحاد اكيد احنا امام انديتنا امام لاعبينا اهم نريد نعرف شنها اسباب الانتكاس هل الخلل باللاعب الخلل بالمدرب الخلل بالادارة